بعد لحظات من دفن الذين ماتوا تحت القصف من أبناء ورجال ونساء وشيوخ وأطفال فلسطين الذين نحسبهم عند الله شهداء ولا نزكيهم على الله عز وجل بعد لحظات حدث ما لم يتوقعه أحد وهو منقول عن حارس المقبرة ولكن في بداية مشاهدنا الكرام لا تنسوا الدعاء لإخواننا في فلسطين أن ينصرهم الله عز وجل نصرا عزيزا وأن ينزل عليهم فضله وبركته ورحمته وأن ينزل على قلوبهم الصبر والثبات والسلوان على أهالي الشهداء اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذ لهم اللهم رحمتك بهم ونصرك لهم وانتقامك وبأسك وعذابك وهلاكك على اليهود المجرمين الغاصبين ومن عاونهم من الخوانة والمنافقين اللهم آمين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية لقطة للمقبرة الجماعية التي دفن فيها من نحسبهم شهداء عند الله عز وجل في غزة فكانت منهم مقبرة جماعية للرجال ومقبرة جماعية للأطفال ومقبرة للنساء رحم الله الجميع وكتبهم في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والشهداء وحوت المقبرة على عشرات الجثث المعروفة والمجهولة على أثر القصف العدواني من المحتل المجرم الغاصب وبعد قراءة كان مشهدا عصيبا وإن مشهد دفنهم أثار الجدل الكبير بين تعاطف الناس وآثار غضبهم على العدوان الغاصب فكانت مقبرة جماعية كبيرة لم يشاهد مثلها قبل ولكنها لم تتسع لحجم الضحايا فقام الأهالي بعمل مقبرة أخرى لتتسع لحجم الضحايا نسأل الله لهم أن يكتبهم في الشهداء فكان حجمهم وعددهم كبير قيل إنه قد تجاوز الألفين من القتلى بين سبعمائة وخمسين طفلا ورضيعا وغير ذلك من الرجال والنساء فقد تم تصوير لحظة دخول الضحايا المقبرة ووضعهم بجوار بعض وإلقاء التراب عليهم وهم شهداء عند الله نحسبهم كذلك ونسأل الله لهم ذلك إن شاء الله والغريب أن حارس المقابر صرح تصريحا غريبا جدا وقال إنه أول مرة يدفن أشخاصا ويحدث هذا الأمر الغريب قال إنه بعد القصف جاءني تصريح أن أجهز مقبرة تتسع لأكثر من مائة وثلاثين حالة قال وأخبروني أن أعمل حفرة كبيرة بطول ثلاثين مترا وبعمق أكثر من متر ونصف المتر لتتسع لحجم وعدد الضحايا قال وكان مشهدا لم أرى مثله في حياتي وبدأت أنا وزملائي في تجهيز المقبرة والغريب أننا ونحن نجهز المقبرة شعرنا بشيء روحاني في هذه المقبرة لم نشعر به من قبل ولكن لم نهتم لهذا الشعور الغريب في بادئ الأمر بل تم فتح المقبرة وتجهيزها وقال نشعر وكأننا سيما من الجنة حولنا ولا نشعر بحرارة الشمس أنا وزملائي قال وشعرنا وكأننا نجهز منزلا لعروس الليلة وليس مقبرة وجاءت الجثامين بعد الظهر وفاحت منهم رائحة لم نشم مثلها قط ورائحة المسك ملأت المكان والغريب أنهم لم يغسلوا ولم يتطيبوا بأي طيب لأنهم نحسبهم عند الله عز وجل شهداء بل إن دماءهم كانت تفوح منها المسك بشدة أي رائحة طيبة جدا قال ففي هذه الليلة ليلة قصف المستشفى الفلسطيني امتلأت كل أرجاء غزة برائحة المسك قال وبدأت أنا وصديقي في إنزال الجثامين ووضعهم في القبر وعندما أضع الجثمان تلو الآخر في القبر أشعر وأن الجثامين تطير وأنها في ليلة فريحة شديدة الفرحة والسعادة وتعجبت من الأمر أشعر وكأن الملائكة تحمل معنى أجسادهم فلا نشعر بأي ثقل لهم أبدا قال وانتهينا من وضع الجثث وإغلاق القبر عليهم ولا نشعر بأي تعب نهائيا وقال حارس المقابر إن حالات الدفن هذه من أغرب الدفنات التي مرت عليه وأنه لم يشم رائحة مثل هذه في حياته أبدا وقال إنكم لن تشعروا بما أقوله ولا بحلاوة ما شممناه من طيب المسك والرائحة فإنه شعور لا يمكن وصفه نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات في غزة وأن يكتبهم في الشهداء وأن ينصر أهل فلسطين على الكيان الغاصب المحتل الصهيوني المجرم الضال وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين الغاصبين الكافرين وأن ينزل بأسه عليهم أجمعين اللهم إني داع فاستجب لنا أمنوا على دعاء مشاهدين الكرام عسى الله أن يتقبل منا اللهم يا ذا القوة المتين انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين في فلسطين كلهم يا ربنا وليا ونصيرا وردءا وظهيرا وكالئا وكافيا ومعين وانصرهم يا ربنا نصرا مبين اللهم فك حصارهم وتولى أمرهم واجمع شملهم وقو بأسهم وانصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم وامنحهم أكتاف الصهيونة المعتدين وانصرهم على أعداء الملة والدين من الأمريكان الظالمين والصهيونة المغتصبين اللهم من أعانهم فأعنه ومن نصرهم فانصره ومن مد لهم يدا بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان ومن خذ لهم فاخذله ومن مكر بهم فامكر به ومن مد إليهم يدا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه وأعم عينيه واجعله عبرة للمعتبرين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واملأ بالرعب قلوبهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واشغل بعضهم ببعض واكفنا وإخواننا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم دمر عليهم تدميرا وتبرهم تتبيرا ودمر عليهم في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر